نكمل مع بعض اليوم الجزء الحداشر من ذكريات الأباء الكهنة في السجن أيام السادات شفنا في الأجزاء العشرة اللي فاتت أبونا إبراهيم عبدو وأبونا بوليس باسيلي وكمان أبونا لو أسيدا روس قالوا ذكرياتهم وهسيب لكم اللينكات بتاعة الأجزاء العشرة دي موجودة تحت في الوصف وفي التعليق فبيكمل بقى أبونا لو أسيدا روس وبيقول اتسم ليمان وادي النطرون بسمى خاصة إذ كان إذا قضوا ما إليه أحد الزباط من زاوي الرتب الكبير أنهم كانوا يستقبلونه مثل الوحدات العسكرية في الجيش بتحية موسيقية فكنا إذا سمعنا مثل هذه التحيات الموسيقية أعلمنا بقدوم المعمور أو أحد كبار الزوار وفي أحد الأيام عزفت الموسيقى وسمعنا في الخارج أصواتا وركا فأيقالنا أن في الأمر شيء وما هي إلا لحظات حتى فتح العنبر ووقف فينا مسؤول كبير كان نائب رئيس مصلحة السجون بردبة لواء وقد اجتمع حوله بعد معاونيه من كبار الزباط وهي اعتدارة السجن على العسيم المأمور وحجد من الطباط وقد هرع كثير منه إلى لقائهم وظل الرجل واقفا بالباب وانهالت عليه أسئلة واستفسارات اختلط بعضها قبل بعض فلم يستطع أن يتكلم وكان الرجل متحفزا جدا فطمعنا الجميع بكلمات قليلة وفجأة رفع بصره مقابل الباب داخل العنبر وكان البعض منه يجلس على السرير في الدور الثالث فقال بصوت عالي اسمعوا يا جماعة باختصار صلواتكم عملت الكسير وفاضل شوية الجماعة اللي فوق دول يصللنا كمان شوية عشان تتصلح أوي باستثناء مأمور الإيمان كان الزباط في هذا السجن أكثر هدوءا أو أكثر تفاهوما كأن البعد المكاني سيارهم بمنع عن مركز الاضطراب النفسي فكانوا يبتسمونا بالهدوء واللطف وكان أحدهم وهو شاب صغير في رضبة نقيب يكلف في وقت الفصحة بالوجود بيننا لحراساتنا وفي يوم من الأيام اقترب إليه وتجازبنا حديثا وديا وصار بيننا نوع من الألفة ثم في اليوم التالي تطرقنا إلى موضوعات كثيرة حتى أنه شكى إليه تجربة يمر بها هو وزوجته إذن هم متزوجان من عدة سنوات ولم يرزق بالنسل فسألني لقد سمعت عن البابا كرولوس ومرمينة وتمنيت لو أعرف أحد يقودني إلى هناك فوعدته أنه إن سمح الرب لنا بالخروج فأنا مستعدة أتم الاستعداد لذلك وقد أعطيته عنواني وأرقام التليفونات وشكرت الرب كثيرا أن رائحة المسيح في كدسي ستظل تملأ الأجواء يشتمها الجميع من ناحية أخرى رجع أحد الأباء من التحقيق وكان هذا الأب فلاحا بسيطا تبدو ملامحه معبرة عن بساطته ومظهره الريفي يوحي لما يراه لأول واهلة أنه أمام رجل سازج لا معرفة له ولكن واقع الرجل كان مختلفا فهو كاهن تقل محب لله تتسم حياته بالتطبيق العملي للوصايا الإنجلية مع معرفة هادئة بغير فلسفة الكلام رجع الرجل من التحقيق وقص على الجميع رحلته إلى المدعي الاشتراك ثم جولة التحقيق مع أحد المستشارين ومن المفارقات المضحكة أن المستشار بعدما أنهى مع الأب التحقيق سأله لكي يصدق على أقواله قال له تعرف تندي أبونا ولا تبصم فبادره الأب كوالا لا أمضي به أمضي به وهذا يريد أنه حتى المستشار المحقق افتكر في الرجل بحسب ما رواه من المنظر الخارجي من بساطة الأب وقد أدهشني كثيرا ما رواه لهذا الأب على انفراد وأعتقد أنه قصة أيضا لكثيرين منه قال تصور أنهم خايفين منه وإحنا غلابا لتلوه إزاي خايفين منه قالت أثناء التحقيق أمر المستشار الذي كان يحقق معي أمر كاتب التحقيق أن يحضر له شيئا فخرج الكاتب وانفرض أبيه المستشار وسألاني خارج التحقيق قائلا قل لي أبونا أنتو عندكم صلاة بتصلوها بتموت الإنسان فأجاب أبونا بتلقية قائلا يا بي إحنا ناس غلابة إحنا ما نقدرش نموت ولا نعمل شيء فاستدرك المستشار قائلا أنا أنا مش عصدي كده أنا عصدي فيه صلوات ممكن تضر أو تؤذي فأجاب الأب قائلا لا يسعدت البيع عمر الصلاة ما بتأذي ولا بتضر ولكن إن كانت صلاة حقيقية فهي تنفع بسؤال الكدسين اللي صلاتهم مقتدرة وهكذا كامل قول الرب أعطيكم فمن وحكمة لقد جاوب الأب في التضعوة بساطة حكمة في آن واحد وشعدة للمسيح بلا افتخار باطل نيجي بقى لشخصيات نادرة كانت موجودة الأنبة بموة كان راهب بكل ما تعني الكلمة من معاني روحية رجل صلاة وصمت ولما شاعت الأخبار بقرب خروجنا في بداية يناير 1982 فكرت أن أسأل البعض لأستخلص ماذا كانت نتائج هذه التجربة الفريدة في نفوز بعض الأباء والإخوة ومن ضمن الأسئلة اللي سألتها مين الشخص اللي اتأثرت بيه أثرا روحيا لا تنساه أو من تظن أنه جاز التجربة دون أن تؤثر فيه سلبياتها المخيفة كان جواب من سألته وبلا استثناء أنه الأنبة بموة هو الأول بيننا وقد كان هذا التقرير الذي أجمع عليه الجميع كله على انفراد تقريرا وقعيا حقيقيا فعلا قليلا ما تكلم الرجل واعزا أو معلم منه لكنه كثيرا ما صلى في هدوء بل أنه كان يقضي معظم وقته إن لم يكن كله مصليا الصلاة الدائمة وقد كان منشئ للفرح والسلام القربي وقد قال لي أن أجزاء كثيرة من القدس ممكن أن يرددها الإنسان ليتعذى بها أليست هي صلاة بل من أقدس الصلوات وكان يقول أنه إذا فتح أحد أصفار الكتاب المقابس كان يشعر أن كاتبه يفرح إذ يحسب أن كرازاته وكلماته قد وصلت وقد كان يوم التحقيق مع أنبا فيمو أنه نحن في وادي النطرون ظهر الرجل ورجع مملوءا من السلام وقد أعطاه رب إكراما جزيلا ونعمة في عيني المحقق لم يحظى بها أحد إذ قال المحقق مرات أنه حصل على برقة ونعمة وقدم له إكراما وقدم له مشروبا كتحية ثم أصر أن يقدم له مشروبا آخر ولما اعتذر الأنبا فيموة أصر المستشار المحقق بإلحاح وقد أعفى المستشار الأنبا فيموة من الإجابة على معظم الأسلة في التحقيق إذ كان المستشار نفسه هو اللي بيرد على السؤال ويملي على الكاتب الإجابة فصار المحقق كأنه محاميه الخاص وقد أشيع حول الأنبا فيموة شائعات كثيرة ونحن في الأيام الأولى يسكيل عن الرجل كانوا يفتحون زنزانته فلا يجدونه ثم يفتحون فيجدونه وأنه كلما حققوا معه وجدوا الورق أبيض بلا كتابة وهذا سقيل إلى آخر هذه الأقويل وما رجع هذه الشائعات في رأيه يرجع إلى أن الأنبا فيموة يحتل مكانة كبيرة في قلب الناس لاسيما الذين عرفوه أيام أن كان في دير ماري جيرجس بالرزيقات في صعيد مصر وكان أيامها أن اصدهر الدير وصار يحضر إليه آلاف من الناس يلتمسون البركة وقيل أن الرب صنع على يدي الأنبا فيموة مئات من آيات الشفاء وإخراج الشياطين وما زال أهل الصعيد يذكرون الأنبا فيموة ويسعون إليه ويلتمسون بركته إلى يومنا هذا بعدها أسس الأنبا فيموة ديرا على اسم ماري جيرجس في الخطاطبة ثم تنيح بعدها بسنوات إلى هنا ينتهي الجزء الحداشر وإن شاء الله في الجزء الاثناشر هنشوف شخصية تانية برضو عينة نادرة وعجيبة حقا اللي هو الشماس عبد المسيح رفايل كان معهم في السجن عمل إيه الشماس دهوت في الجزء الاثناشر هنتعرف عليه تابعوه الصفحة اشتركوا في القناة